طيب أنت تفتكر أول فيديو نزلته كان إيه؟ بفاكرة، ده أنا حافظه صبم وصي هو أول فيديو نزلته كان اسمه مهمة ولا كماليات كانت فكرة الفيديو ده فيه أنظمة أمان في الفرامل بتاعت العربية زي الـ ABS والـ ABD والـ ESB زي ما أنت برأتي كده هي أسماء والـ ABC من البياني أنا بس أنت قلت كل الحروف هي أسماء صعبة ولما حد بيجي يشتري العربية ما بيبقاش فاهمة الأختصارات دي بتاعت إيه أو إيه فايدتها أو هل هي مهمة ولا مش مهمة فأنا قلت أن أعمل فيديو هبصت المعلومة دي خلص لأي حد رايح يشتري العربية يفهم يعني إيه؟ ABS ويعني إيه؟ من خلال دراست اللي أنا درستها فقمت جايب وراء وقلم وكتبت اللي أنا عايز أقوله في الورقة دي معرفش النواس موسكريبت ساعت فأنا قمت كاتب الكلمتين في الورقة وقمت أخذ الموبايل بتاعي واشتريت رايبوت بتسعين جنيه من عند واحد بتاع موبايلات كده وقفت في الشارع وقمت أعمل الفيديو فطبعا بعد الفيديو أنا بقولك فجئة طبعا من رد في أهل الناس اللي هو لا دوس وكمل أنت الحمد لله في قبول وما ينفعش ضعفة عند كده أول فيديو عملته كان بس صحابك اللي تفرجوا أهلك وكده ولا لقيت ناس تانية؟ طبعا بعد أول فيديو عمله كان حدش يتفرج عليك صحابي طبعا ما قريبي والكلام ده بعد كده واحدة واحدة الحمد لله بقى ابتدت شوية شوية الناس تعرفني والنبقى حد قبلك ما تعرف فيهوش واللي آي سليم عليك وكده طبعا يعني الشعور لا يوصف فتو طبعا خلينا نروح لشوف فيديو ليك ونرجع تانية على ط Carry يلله ويني ماهي يا خمس لو بطارية عربيتك نامت وجدت أخد وصله من البطارية عربية تانية وعكس السلكين دول لو بطارية عربيتك نامت كل اللي هتعمله أنك هتقرب البطارية اللي هتاخد منها وصلها للبطارية العربيتك وهت 우�صل بالطرف الموجب بالطرف الموجب والطرف السالب بالطرف السالب وهتدورة العربية هتلاقي دارة على طول لو عكاست ووصلت الموجب بالسالب كده انت عملت قفلة في الداية وهيحصل حجم الاتنين يا إما كنترول عربيتك هيتحرق يا إما لو ربنا بيحبك الفيوز الأمومي هيدرق وطبعا في الحالتين انت كده بدل ما تكحالها عامتها خالص باسم يعني أنا عن نفسي ضاعة في الميكانيكا بتاعت العربية وعارفا يمكن فيه بنات كتير ممكن يكونوش متفاهمين قوي أكتر من ان احنا بنسوق ايه النصيحة الأولانية اللي دايما تديها لأي بنت قبل ما تسوق النصيحة الأولانية بصي أنا عامل فيديو أصلا يعني أنا عشان اللي انت ولكي ده كله أنا أثناء فترة تدريبي في الصيانة ومراكز الخدمة والتوكيلات وهكذا كانت بتجيلنا حاجات كتير أعطال كبيرة جدا سببها ان الراكب العربية ما عرفش معلومة صغيرة جدا يعني فيه لامبة نواريت عنده في التابلوه هو ما يعرفش اللامبة دي بتاعت ايه فتطلع بتاعت الحرارة العربية ولا ففيه لامبة ان ما فيش مية فيه كده فأنا عملت فيديو اسمه فيديو عربيات للبنات فقط الفيديو ده أنا عملت فيه سبع نصايح كده ما ينفعش حد يبقى بيسوق عربية ما يعرفهمش ده بس معلش هو فيه ولاد برضو مش عارفة لا هو بصي هتبقاش عنصورك لا هي مش عنصورية مش عنصورية والله بس هو دايما مشاكل الولاد في العربيات بتبقى اكبر من كده بكتير يعني الجنط الايه والمش عارف ايه وانا عايز بقى اركب مكنة هورس باور اعلى يعني مشاكل الاولاد في العربيات دايما بتبقى معقدة اكبر من كده وعطالهم طبعا بتبقى اكتر من كده بكتير بس يعني دايما أنا مراتي بيتسوق وعايز اقول لك ما تعرفش الزيت بتاع عربيات بتغير امت أصلا فعملت الفيديو ده وعايز اقول لك كان يعني الحمد لله عمل شغل كويس جدا